الجهاز ده بيجي بستة جيجا رام في الفئة السعرية اللي هيا ما بين 3000 جنيه ل 3500 جنيه ستة جيجا رام ازاي ازايكو يوم عامليني اتمنى كلكم تكونوا بخير ان شاء الله والنهاردة انا جايب لكم جهاز غريب جدا غريب عشان بيدينا قيمة مقابل سعر ما فيه الشركة ادت لنا القيمة مقابل سعر اللي هو بيدهالنا دي فلو بصنا على امكانياته بالنسبة لسعره هنلاقي ان هو بيقدم لنا حاجات اول مرة نشوفها في الفئة السعرية اللي هيا ما بين 3000 جنيه ل 3500 جنيه الصراحة اول مرة نشوف الامكانيات دي في السعر ده الجهاز ده بيجي بستة جيجا رام في الفئة السعرية اللي هيا ما بين 3000 جنيه ل 3500 جنيه ستة جيجا رام ازاي يعني وكمان تلت كاميرات خلفية واحدة فيهم بتصور بزاوية وايد او زاوية واسعة تقدر ان انت تاخد بها صور بزاوية 120 درج وكمان بيجي بكاميرا امامية بدقة 32 ميجا بيكسل وبطارية بساعة 4000 ميلي امبير السؤال هنا ازاي الفئة المتوسطة او الفئة الاقتصادية كمان وصلت للمستوى ده 6 جيجا رام و 3 كاميرات خلفية مع كاميرا امامية 32 ميجا بيكسل مع بطارية 4000 ميلي امبير ازاي وصلنا للمرحلة دي انا ممسوط الحقيقة ان الفئة المتوسطة قدرت توصل للمرحلة دي او بتقدم لنا الامكانيات دي في الاسعار دي ولكن اكيد عشان يتدوك الحاجات دي او الامكانيات دي في السعر ده اكيد استغنوا عن حاجات كتير جدا وده اللي هنعرفه في الفيديو بتاع النهاردة هل هم استغنوا عن حاجات كتيرة فعلا انت خليك ان انت ما تشتريش الموبايل ده ولا استغنوا عن حاجات بسيطة تقدر ان انت تتغاضع عنها عشان تشتري الموبايل ده بالامكانيات دي والموبايل اللي انا بتكلم عليه النهاردة وهو الامفينيكس S4 يمكن مش كتير قوي منكو يعرف ان انا اول مرة اجرب انفينيكس في حياتي بيقولوا ان السوفتوير في الموبايل لاتغير وحاجات كتير قوي اتطورت عن زمان انا ما جربتش الصراحة انفينيكس زمان ولكن ده اللي برضه اللي هنشوفه في الفيديو ده وهل اللي سوفتوير فعلا هيقدر ان هو يناسبني في احتياجاتي شخصية ولا لا المهم خلينا في الجهاز والانفينيكس الاس فور بييجي هنا بشاشة بحجم ستة واربعة من عشرة بوصة وبدقة اتش دي بلس للاسف مش فو الاتش دي بلس ولكن هنا الشاشة بتيجي بالوتر دروب نوتش واللي هي النوتش اللي زي اللي شوفناها في الف not sh وشوفناها في الريليمي تو برو وشوفناها في موبايلات كتير جدا فعندك هنا الدزاين الجديد بتاع الفين وتسعتاشر او الترند الجديد اللي ماشي عليه موبايلات الفين وتسعتاشر في الجهاز ده قالش patches هنا الوانها الصراحة كويسة كالوان وتوليد الالوان بتاعتها كويسة واصطroحة كمان تحت اشعة الشمس كويس جدا ولكن انا لاحظتم ان الحواف بتاعتها كبيرة شوية بحيث ان احنا عندنا الحفة اللي فوق بتاعت الوتر دروب نوتش كبيرة شوية او ملحوظة شوية وكمان حواف الجناب ملحوظة شوية وعندنا حفة كبيرة تحت يعني كبيرة نسبيا عن اللي احنا بنشوفه في موبايلات او حتى اللي احنا بنشوفه في موبايلات في الفئة السعرية دي ولكن اداء الشاشة نفسها الصراحة انا ملاحظتش فيها اي مشكلة بحيث مثلا ان الوانها كانت كويسة قوي مفيهاش اي مشكلة صوتوها تحت أشعة الشمس كان كويس برضو مفوش أي مشكلة وأنا بستخدم الشاشة ولكن هي دقتها HD Plus مش Full HD Plus ولكن أنا ملاحظتش أو ملاحظتش مشكلة وأنا بستخدم الشاشة دي أما بالنسبة لتصميم الجهاز فهو شبه الأجهزة اللي موجودة دلوقتي اللي هي عبتيجي بالجريديينت والألوان المتدرجة فأنا معايا هنا اللون الأزرق اللي بيقلب أسود من تحت واللون تلاقيه جليتر كده أو تحس أنه هو محطوط عليه جليتر كده صراحة اللون كويس جداً وتصميم الجهاز مفوش حاجة جديدة أوي ولكن برضو بيعمل الترند بتاع اليومين دول اللي هو الجريديينت والكلام ده كنت أتمنى مثلاً أنه هو ييجي أزرق في موف أو أزرق في أي لون تاني ولكن هنا جاي أزرق في أسود وكمان فيه اللون الموف في أسود برضو أو حاجة زي كده فالصراحة الجهاز تصميمه أنا مش بداي أن يخالص ولكن الفكرة هنا أن الجهاز كله جاي مصنوع من البلاستيك الفريم من البلاستيك والضهر من البلاستيك وده لي عيبين وليه ميزة صراحة العيبين هم أن الجهاز هيتخربش بسرعة جداً لأنه هو بلاستيك وتاني عيب أنه مش هتحس أنه هو جهاز بريميب قوي في إيدك أو مش هتحس أنه هو جهاز غالي في إيدك أما الميزة بتاعت البلاستيك واللي هو لو وقع مش هيتكسر خلص فدي ميزة ودي عيب وعموماً الجهاز جاي معاك جراب وسماعات في العلبة سماعات في العلبة سامعاني يا شركاتي اللي مش بتحط سماعات الجهاز ده جاي معها جراب وسماعات الحمد لله نروح بقى على الكاميرات واللي هي بتميز الجهاز ده جدا فالجهاز ده جاي بتلت كاميرات واحدة فيهم بدقة 13 ميجا بيكسل والتانية بدقة 8 ميجا بيكسل اللي هي بتصور ويد والتالتة بدقة 2 ميجا بيكسل عشان تدينا عزل الخلفية عن الشخص او عن الحاجة اللي احنا بنصورها الكاميرات لما جرتها الصبح الحقيقة بتديني اداء كويس بنحس الالوان والتفاصيل الصورة والديناميك رينج بتاع الصورة ولكن كنت بلاحظ وانا بصور ان الصورة بتطلع مهزوزة شوية لو انا ايدي يعني مش سابت قوي فكنت بضطر ان انا اسابت ايدي وانا بصور قوي عشان الصورة ما تطلعش مهزوزة طبعا في الاضاءة الضعيفة شوية اما اضاءات النور العادي او لو انت بتصور الصبح العادي مش هيحصل فيه المشكلة دي ولكن اتمنى ان انفينيكس تنزل تحديث يحلل مشكلة الاهتزاز المبالغ في ده وعلى كلام الصور بالليل برضو فالصور بالليل ما ادتني احسن حاجة يعني عكس الصبح الصبح الصور الزacceptable كانت بتديني تفاصيل والوان وديناميك رينج ممتازة جدا ولكن الصور بالليل هنا كان فيها نويز شوية كان فيها غاباز شوية في الصورة التفاصيل طبعا كانت بتقل جدا ولكن غير كده الكاميرا معقوله ويعتمد عليها بشكل طبيعي اما الكاميرا التانية واللي هي بتيجي بدقة 8 ميجابيكسل واللي هي هتديك زواية تصوير وافكار تصوير جميلة جدا لان هي بتصور بزاوية تصوير مية وعشرين درجة بتصور بزاوية واسعة جدا الحقيقة ان الكاميرا الوايت دي المفضلة بالنسبالي يعني انا بفضلها جدا في اي موبايل متوسط هي الكاميرا المفضلة بالنسبالي وكويس ان الشركات بتادي تحطها في الفئات المتوسطة او في الفئات الاقتصادية عشان كل الناس تجرب الكاميرا الوايت دي وتاخد افكار تصوير وكده فكويس جدا ان هم وحطوها في الفئة السعرية دي. بالنسبة لأداء كاميرا الاس فور فالصراحة ديتني اداء كويس جدا الصبح. الوان الصورة كانت بتطلع مظبوطة. التفاصيل برضو ما كانتش احسن حاجة ولكن كانت برضو بتطلع مظبوطة برضو. ولكن بالليل كانت بتعمل زي اقتها الرئيسية وكانت بتديني نوز شوية في الصورة او او تحس ان فيه غباش شوية في الصورة ولكن غير كده صراحة الكاميرا ممتازة جدا ويعتمد عليها مفيش اي مشكلة. الكاميرا التانية اللي هي بتيجي بدقة اتنين ميجا بيكسل دي خاصة بالعزل. والعزل الصبح كان ممتاز جدا ولكن بالليل ما كانتش بتقص الاطراف بشكل منتظم قوي. ولكن كالكاميرات او يعني بشكل عامل كاميرات او التلات كاميرات بتوع الانفينيكس الصراحة يعتمد عليهم في تصوير العادي وحتى في الكاميرا دي اعتمد عليها ما فيهاش اي مشكلة. كان فيها مشكلة بالليل واتمنى ان انفينيكس تنزل تحديث هي حل مشكلة النويز الزيادة ده. ولكن غير كده الصراحة كاميرات ممتازة جدا. الكاميرا الامامية هنا بتيجي بدقة اتنين وتلاتين ميجا بيكسل. الاتنين وتلاتين ميجا بيكسل دي الصراحة ادتني اداء كويس جدا جدا الصبح. التفاصيل في وشي تفاصيل في دقني مسلا لو انا بتصور سيلفي كانت ممتازة جدا وبتبين التفاصيل التفاصيل. وكمان خاصية العزل في الكاميرا الامامية كانت بتديني برضو اداء كويس جدا كان بتقص اطراف وشي بشكل ممتاز ولكن برضو بالليل جات وديتني اللي هو كان في الكاميرات الخلفية ولقيت برضو الغباش بتاع الكاميرات الخلفية والتفاصيل اللي بشوفها الصبح كانت بتقل شوية في الليل في الكاميرات الامامية والخلفية بتاعت الموبايل ده فاعتقد ان ده غلط اصلا في بتاع الصورة بالليل فان شاء الله تنزل تحديث يحلل مشكلة الكاميرات بالليل دي وتبقى الكاميرات بالليل والصبح كويسة زي ما منشوف الصبح زي ما منشوف بالليل نروح للأداء واللي بيهم ناس كتير جدا وزي ما انتم عارفين ان الموبايل بيجيب ستة جا جرام فالناس عايزة تعرف برضو الاداء عمل ازاي وهل هو بيجيبه معالج وحش مسلا او معالج حلو والكلام ده كله ولكن لما تبص على المعالج ده على الورق او لما تبص على الامكانيات بتاعت الجهاز ده على الورق هتلاقي ان المعالج جاي من نوع ميديا تاك هليو بي 22 ولما حد يسمع ميديا تاك هليو بي 22 هيقول لا ان الجهاز بطيء ده الجهاز بيهنك ايو انا عارف ان المعالج ده قليل بالنسبة لفقة الجهاز ده السعرية وايو انا عارف ان في موبايلات في الفقة السعرية دي معالجاتها اكبر ولكن الفكرة هنا ان اللي يهمنا اداء الجهاز انت مش مهم المعالج ده اسمه ايه مش مهم المعالج ده بيقدم ايه في البيتاع المهم ان اداء الجهاز او اللي معمول من السوفتوير للهاردوير يكون مظبوط الجهاز وانت بتستخدمه ما يهنكش معايا كالجهاز وانت بتفتح اي برنامج ما تلاهوش بيهنك معايا اما بالنسبة للأداء الجهاز ده الصراحة فالحقيقة ان هو ما هنكش معايا خالص الجهاز اه بيجي بهليو بي 22 فانا بستخدم الجهاز ده تقريبا بقليه اسبوع وفي المهام العادية جدا فيسبوك الواتساب اليوتيوب الكلام ده كله الحاجات الطبيعية اللي احنا بنستخدمها ما لقيتش فيه اي تهنيج خالص الجهاز ما وقفش مثلا مني ما هنكش خالص ما وقفش خالص ما اضطرتش ان انا اعمله ريستارت وما فيش اي تهنيج اللي انا كنت متوقعه من المعالج ده الصراحة اول ما الجهاز نزل او اول ما الجهاز جالي قلت هليو بي 22 اكيد هيهنك اكيد حاجات كده فلكن الجهاز ما بيه هنكش وده اللي بيساعده الستة جي جرام اللي موجودين في الجهاز ستة جي جرام الصراحة اللي موجودين في الجهاز مريحين جدا جدا تقريبا الجهاز بحيث ان مثلا لو انا سبت برنامج مفتوح في الخلفية تلات اربع ساعات برجع على ايه على نفس وضعه اللي هو مفتوح عليه غير موبايلات تانية مثلا اللي هيك بتقفل البرامج اللي في الخلفية تسيبها لك بس منظر كده وهي اصلا البرامج دي مقفولة وتضطر ان هي تحمل من اول و جديد فالجهاز ده الصراحة فيه ميزة كويسة جدا اللي هي الستة جي جرام واللي هي مريح الجهاز ده جدا وكمان الغريب جدا ان اداءه في العلعاب جربت عليه لعبة بوب جي انا كنت اتوقع الصراحة ان هو مش هشغلها او هيشغلها على اقل اعدادات للجرافيكس ولكن الموبايل شغلها وشغلها كمان على اعدادات المتوسطة للجرافيكس تقدر ان انت تلعب على ميديم ستنجز في الجرافيكس في لعبة بوب جي بشكل عادي جدا بدون اي تهنيجات او بدون اي فريمات وقعة في اللعبة فالصراحة اداء الجهاز ده ايو انا معاكن الهيليو بي 22 اقل وايو انا معاكن ان الفئة السعر دي فيها معالجات اكبر ولكن اداء الجهاز الفعلي اللي همني عادي جدا استخدمه عادي جدا بقليه اسبوع مفيش اهي مشكلة واللي مساعد برضو اداء الجهاز ده جدا وهو اداء السوفتوير دلوقتي فيه ناس كان بتقول لي الاكس او اس بتاع او الواجهة بتاعت افينيكس زمان كم فيها مشاكل كان فيها بقز كان فيها حاجات انا مجربتهاش اصلا قبل كده دي اول امفينيكس او ده اول موبايل افينيكس اصلا اجربه ولكن الفكرة هنا ان الواجهة هنا بتيجي اسم اكس او اس فايف وال بتقول إنها نهاية دي وجهة جديدة خلص جديدة كلياً وشلنا منها المشاكل اللي كنت بتلاقيها في الوجهات الأديمة الوجهة دي مبنائي على أندرويد 9 باي آخر صدر الأندرويد والصراحة أول مرة جرب الوجهة أنفينيكس أنا ملقيتش فيها أي مشاكل اللي الناس بتحكي فيها تقريباً الوجهة دي فعلاً تعدلت بشكل كبير جداً أو ما بقاش فيها المشاكل بشكل كبير جداً ولكن كل اللي لقيته في الوجهة دي الصراحة هو البرامج المحملة مسبقا من الشركة دلوقتي لما تيجي تفتح الجهاز وهو زيرو هتلاقي تقريبا تسعين برنامج محمل على الشركة منهم الانتي فيروس ومنهم فاير فوكس مثلا ومنهم برامج كتير جدا والعاب كتير جدا انت شخصيا مش هتحتاجها فلو انت مش هتحتاج البرامج دي انصحك ان انت اول ما تشتري الجهاز تروح مسح كل البرامج الجديدة دي عشان دي ممكن تتقل وجهة الجهاز او تتقل الجهاز بعد كده ولكن غير كده الصراحة انا ملقيتش اي مشاكل خالص في السوفتوير السوفتوير سريع وسالس واخد شوية من طبع الاندرويد الخام يعني مثلا لما تيجي تنزل شريط الاشعارات هتلاقي شكل الاشعارات بتاعت الاندرويد الخام لما تيجي برضو نظام المينيو او نظام القيمة اللي بيطلع لك برضو ده شبه الاندرويد الخام هو اخد شكل شوية الاندرويد الخام ولكن هما معدلين عليه الايكونات ومعدلين عليه السيتنجز والحاجات دي كمان فيه مميزات كتيري قوي في السوفت وير ده زي السمارت بار مثلا أو شريط الاقتصارات اللي هو ممكن مثلا تسحب من جنب الشاشة ويطلع لك اختصارات برامج ودي بتفيدك جدا لو انت مثلا بتتفرج على فيديو أو لو انت بتلعب لعبة ومش عايز تخرج برا الفيديو أو مش عايز تخرج برا اللعبة على طول تسحب شريط الاقتصارات وتدوس على البرنامج اللي انت عايز ترد مثلا على الرسالة أو لو انت عايز البرنامج ده من غير ما تطلع من اللي انت فيه فالصراحة الواجهة دي عادي واجهة عادية جداً ما فيهاش بوكز ما فيهاش حاجة الصراحة الموبال برضو بيأتي ببطارية بساعة 4000 ميلي أمبير وديه واحدة من أهم مميزاته الصراحة ولكن الفكرة هنا نهو بيشحم من خلال المايكرو يو اس بي ومش بيدعم الشحن السريع أداء البطارية نفسه الصراحة ممتاز جداً نزلت الصبح ورجعت بالليل البطارية كان فيها 20% لسه أن أنا أشحمها فديه الصراحة أداء بطارية ممتاز فيه ساعتين وخمسة واربعين دقيقة فده رقم كان كتير شوية خصوصاً مثلاً لو أنت مستعجل عايز تحط الموبال نصف ساعة الشحن كده وتنزل ولكن فيه ناس ما يهمهاش الكلام ده بتحط الموبال وهي نايمة مثلاً يشحن فالكلام ده كله مش هيبقى مهم ليه في النهاية أقول أن الموبال ده الصراحة باكتش كويسة جداً أو كومبو كويس جداً للي بيدور على الموبال بتلات تلاف ومتين جنيه 3300 جنيه ستة جاجة رام كاميرات لحد ما ممتازة جداً الصبح وطبعاً بالليل المشاكل اللي احنا قلناها بطارية ممتازة جداً ولكن الشحن بتاعها مش سريع وأغلب الموبالات في الفئة السعرية دي ما بيجيش فيها شحن سريع يعني فده عادي الباقي بس أن إنفينيكس تشوف الخدمة ما بعد البيع وتطورها بشكل كبير جداً أعتقد أن إنفينيكس بقت مع آي تو مش كارل كير أو بقت مع الاتنين فأعتقد أن ده هيحسن شوية خدمة ما بعد البيع ولكن برضو عايزين نشوف تجربة صيانة محترمة جداً زي ما بنشوف في الشركات التانية وبس كده دي كل حاجة عن الإنفينيكس الأس فور قولولي رأيكو تحت في الكومنتات إيه رأيكو في الجهاز ده وهل تشتروه ولا لا كون إن هو بس ستة جاجة رام وإيه التلات كاميرات والحاجات دي ففاة السعرية ولا في بديل أكتر قولولي البديل تحت في الكومنتات وما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة عشان تتابع كل جديد على القناة طبعاً أنا بشكركم جداً جداً على الربعمائة ألف سبسكرايبر أنا وصلت تقريباً أوقت نزول الفيديو ده هينزل فيه ربعمائة ألف بني آدم عمل لي سبسكرايب ده إحساس غريب جداً ربعمائة ألف بني آدم أكبر استاد في العالم تقريباً أنهو مئة وعشرين ألف بني آدم فتخيل أنت أربع استدادت مثلاً حاجة رقم خرافي الصراحة أنا مش عارف أقول لكم إيه شكراً على الدعم اللي أنتو بتقدمهولي طول الفترة اللي فاتت دي وشكراً على بصوا أنا ما أبعرفش أقول الكلام ده الصراحة ولكن شكراً تنسوش تعملوا لايك ومتنسوش تعملوا سبسكرايب كان معكم محمد سامي أشوفوا فيديو جديد إن شاء الله السلام عليكم